كمعركة تقاد من الخارج وأصبحت أدوات هذه المعركة بالنسبة للأعداء واضحة بالنسبة لنا ليس جديدا أن يتحدث الرئيس الأسد عن معركة تدار من خارج الحدود على العملة السورية بهدف ضرب اقتصاد سوريا الأسد أمام الحكومة السورية أضاف كلاما مشابها لما تحدث به قبل عامين من دون أن يفصح حينها عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لكبح المضاربات ومنع انهيار العملة كليا لكن الجديد في خطابه الأخير أن الرئيس السورية رفع منصوب المواجهة التي تخوضها سوريا في سعر الصرف والحفاظ على استقرار الليرة السورية إلى مصاف المعركة العسكرية بل واستعار من مصطلحاتها في حديثه عن المعارك والأعداء والحرب النفسية وأهمية وقوف المواطن إلى جانب مؤسسات الدولة من أجل استقرار البلد الرئيس الذي نظر غربا إلى لبنان من دون أن يسميه لن يسمح لسوريا بأن تلقى مصيرا مشابها كما تسعى واشنطن ولا لمضاربات تسعى لاستحضار حرب اقتصادية إضافية تزيد من تداعية قيصر وتفاقم الأزمة المعيشية التي يعيشها المواطن السوري حافظ الاحتياطي السوري من القطع الأجنبية على استقرار مقبول نسبيا في سعر صرف الليرة السورية خلال سنوات الحرب رغم العقوبة المالية والمصرفية والاقتصادية وساهمت تعدودية القطاعات الاقتصادية في تنويع مصادر موارد الدولة أما الاكتفاء الذاتي الذي حققته سوريا خلال عقدين قبل الحرب فقد نجح في تعزيز الأمن الغذائي الذي كان رافعة لاستمرار صمود اقتصادها لعشر سنوات وربما أكثر رسائل الأسد كانت للداخل بأن الدولة ستضرب بيد من حديد لكل من يراهن على استهداف الاستقرار الاقتصادي من خلال المضاربات بسعر صرف الليرة السورية ورسائل للخارج بأن سوريا لا تزال تملك خيارات لوقف الحرب العبثية على وجودها في الاقتصاد والحرب ديما ناصيف دماشق الميادين